موسيقى الرئاسي يرفض عسكرة الدولة يتطلع الانتخابات رئاسية وبرلمانية ترحيب دولي لقرار وقف القتال والأمل في التوصل إلى حوار لبي لبي الكاظمي العراق دولة ذات سيادة والتعامل معها وفق هذا المبدأ موسيقى أهلا بكم في تفاصيل النشرة صدر الإعلان رحب المجتمع الدولي وتبقى ترجمة القرار التوأم للتوصل إلى حوار لبي لبي يكرس دعائم الدولة المستقرة سياسيا أمنيا واقتصاديا إذ أن العبرة تبقى في التنفيذ واليوم لخص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاقة خارطة الطريقة اجتماع برئاسة فايز السراج وحضور نائبه أحمد معتيق وعضوي المجلس محمد عمري زايد وأحمد حمزة فوجه المجلس الشكر لكل من تركيا وقطر والدول الصديقة التي دعمت موقف حكومة الوفاقة وعبر عن تطلعه في أن يكون لمصر دور إيجابي خلال المرحلة القادمة مشددا على موقفه الثابت الرافض لعسكرة الدولة كما أكد على أهمية استئناف العملية السياسية على أصص واضحة لما كان فيها لمن تلوثت أيديهم بدماء الليبيين من دون التنازع عن تطبيق العدالة بحقهم كما شدد المجتمعون على ضرورة استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية وكان التأكيد على أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي هدف أساسي للمجلس الرئاسي من جهته ثمن المجلس الأعلى للدولة دور الدول الصديقة التي ساعدت في صد العدوان أعلى العاصمة إضافة إلى الدول التي سعت لحل الأزمة بشكل إيجابي كما دعا المجلس الرئاسي ومجلس النواب والبحثة الأممية إلى احترام نصوص الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري والمعزز بقرارات مجلس الأمن وعدم تجاوز نصوصه أو محاولة فرض أمر واقع جديد مخالف له ولما اتفق عليه في المقابل أكد مستشار رئيس البرلمان الليبي فتح المريمي على التنصيق الكامل بين البرلمان الليبي وقوات القيادة العامة بشأن إعلان وقف إطلاق النار ولخص ثوابت البرلمان في أي مفاوضات مقبلة أكد فتح المريمي مستشار رئيس البرلمان الليبي عجيل صالح على تنصيق الكامل بين البرلمان الليبي وقوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر بشأن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا المريمي وفي لقاء مع روسيا اليوم أعلن أن مسألة إخلاء مدينتي سرط والجفر من القوات العسكرية متروك لللجنة خمسة زائد خمسة في المقابل أعلن المريمي أن ثوابت البرلمان الليبي في أي مفاوضات تتلخص في نقاط عدة أهمها تشكيل مجلس رئاسي جديد مكون من رئيس ونائبين له يمثلون الأقاليم الليبية الثلاثة برقا، فزان وطرابلوس حكومة لبية مستقلة ومنفصلة تماما عن المجلس الرئاسي خروج المرتزقة بشكل كامل من الأراضي الليبية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن مستشار صالح نوه بمخرجات مؤتمر برلين معتبر إياها المرجعية الأولى لأي مفاوضات في الفترة المقبلة بالإضافة إلى توحيد المؤسسات الليبية خاصة البنك المركزي وتلبية متطالبات المواطن الليبي في الغذاء والدواء والكهرباء مشيرا إلى أن وثيقة القاهرة لا تختلف بالمجمل عن مخرجات مؤتمر برلين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراجة التقى السفير تركيا لدى ليبيا سرحات أكسن لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين وجدد السفير التركي التأكيد على موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية وخياراتها وحرصها على استقرار ليبيا قال النائب الأول لرئيس مجلس النواف فوزي أنويري تعليقا على إعلان وقف اطلاق النار أن أي عمل أو جهد يدعو إلى وقف القتال والحوار هو بصيص أمل في إنهاء أزمتنا ومرحب به ويجب أن يدعم ويحافظ عليه للتوصل إلى تسوية سياسية أما دوليا فتتوالى المواقف المؤيدة لقرار وقف الاقتتال وقد أعربت الدول والكيانات العالمية عن أملها في أن تؤدي هذه الخطوة إلى حوار ليبي الاتحاد الأوروبي اعتبر القرار خطوة أولى إلى الأمام أما الجزائر فعرض احتضان حوار شامل بين ليبيين لا يقضي أو لا يقصي أحدا فتح الإعلان المفاجئ عن بياني رئيس المجلس الرئاسي ومجلس النواب المستشار عقيل واسعا لردود الفعل العربية والدولية ما يمهد لحوار ليبي خطوة مهمة نحو انفراج الأزمة الليبية هكذا وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش آملا أن تحترم القوات المسلحة من كلا الجانبين الدعوات لوقف فوري لإطلاق النار وأن يتم النظر في تنفيذه بشكل عاجل داخل اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 التي تيسرها الأمم المتحدة كما رحب جوتيريش بالدعوة إلى إنهاء الحصار على إنتاج النفط داعيا جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء في عملية سياسية شاملة تستند إلى نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف أعلن ترحيبه بالبيانين قائلا إن الأطراف في ليبيا كافة عليها الالتزام بهذه الخطوة البناء والانخراط العاجل في الحوار السياسي والعمل من خلال وساطة الأمم المتحدة للوصول إلى حل دائم وشامل لإنهاء الاقتتال والصراع بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي ترحيب مماثل صدر عن تونس بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا معتبرة إياه خطوة إيجابية من شأنها أن تؤدي إلى حل الليبي ليبي يحق ندماء الشعب الليبي ويحفظ مقدراته كما أن هذه الخطوة تساهم في إعادة الثقة بين أبناء الشعب الواحد بما يؤسس لتسوية سياسية شاملة ودائمة للأزمة تعيد الوئامة والاستقرار إلى ربوع البلاد كافة وجددت تونس التأكيد على موقفها الثابت في مؤصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعمه بما يستجيب لتطلعاته المشروعة في بناء دولة قوية مستقرة وآمنة اعتبر شيخ الأزهر أحمد الطيب وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة على طريق السلام وكتب شيخ الأزهر وقف إطلاق النار في ليبيا بداية مبشرة لاستقرار الأوضاع وخطوة مهمة على طريق السلام في هذا البلد الشقيق الذي عانى كثيرا من أثار الفرقة والانقسام والتدخلات صلتت الصحف الدولية الضوء على إعلان وقف إطلاق النار والدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل معتبرة إياها بارقة أمل من شأنها أن تطوي صفحة الحرب في ليبيا صلتت وكالة بلنبرغ الضوء على وقف إطلاق النار في ليبيا الذي أعلنه كل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيل صالح ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراجة مؤكد أنه يرفع الأمال في إنهاء الحرب بالوكالة في البلاد الوكالة أوضحت أن الإعلان جاء في أعقاب محادثات بوساطة الأمم المتحدة في جينيف هذا الأسبوع ومكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الروسي والتركي برزتا كوسيطين نفوذ رئيسيين في ليبيا وترى الوكالة أن إعلان الهدنة يعزز جهود إعادة تجغيل حقول النفط المغلقة منذ يناير الماضي ما كلف البلاد ما يقارب الثمانية مليارات دولار من العائدات المفقودة لكنها قالت أن الجماعات المسلحة بحاجة إلى مغادرة المنشآت النفطية قبل أن تتمكن من رفع القوة القاهرة وفي إعلان وقف إطلاق النار أشار السراج إلى الصعوبات المقبلة مضيفا أنه يجب تحويل السرد إلى منطقة منزوعة السلاح وهو أمر يرفضه المشير خليفة حفتر وفق وكالة بلومبورغ لكن عقيل الصالح قال إن المدينة يجب أن تؤمن بقوة شرطية مشتركة من جميع أنحاء البلاد ومعنا من واشنطن الباحث في مركز الدراسات الدولية في جامعة جونهوب كينز حافظ لغويل سيد لغويل نرحب بك تعددت الأراء واختلفت وجهات النظر محليا رغم الترحيب الواسع الدولي والعربي الواسع بإعلان أو بقرار وقف إطلاق النار حضرتك كيف قرأت هذين البيانين الله يا سيدتي من الصعب أنه هو الواحد يقول أن شيء جيد مطلق أو غير ذلك لأن البيانات الصحة والبيانات السياسية لا قيمة لها حقيقة إلا عندما تنعكس على الواقع أنا لا أأخذ الترحيبات الدولية بهذه الألطاب الرنانة من شيخ الأزهر أو من الدول الأخرى بما فيها الدول التي تفهم نعم سيد لغويل كما ذكرت نعم هي دول عظمى رحبت بهذا القرار أو ربما هذين البيانين الصادرين من مجلسي النواب والرئاسي يعني قليل جدا من لا ترحب بهذه المبادرة أو البيان لا أولا مش موضوع يرحب ولا ما يرحب كنت مستمر في محاولة الشرح أن هذه البيانات بما فيها بيانات من واشنطن أو من روسيا أو من هذه الدول لم تتخذ أي بيانات أو مواقف من سنة ونص لوقف القتال يعني من الغريب أن كنت تسمعي مثلا تأييد وترحيب من دولة زي الإمارات والتي كانت هي أساس كل هذه الخرابة الذي حدث هذه أولا ثانيا البيانات المتكررة من كل الأجسام الليبية كانت على مدى عشر سنوات ونسمع في كل هذا الكلام الدولة المدنية السلام التعايش مش عارف إيش ولكن لم نرى أي شيء على الأرض فكل ما يجب يعني فهل سيكون هذا شيء إيجابي أم سلبي كل ما يعتمد على ما سيحدث على الأرض هذه أول ثانيا من الناحية حكومة الوثاق وتركيا أي انسحاب لقوات حفتر أو القوات المؤيدة لحفتر أو مرتزقة حفتر هو شيء إيجابي وانتصار لهم لأن في الأخير هذا ما لهم مدى وهم يطالبوا به وهو أن تتراجع القوات المؤيدة أو المرتزقة التابعة لحفتر إلى خارج الهلال النفطي فمن هذه الناحية تركيا وحكومة الوثاق فيمكن أن يأخذ هذا على أنه انتصار ولكن في الأخير مناطق معزولة في داخل نفس الدولة يعني أنت تتحدثين على دولتين لأن لا تحدث هذه الأمور في مناطق منعزلة أو مناطق تصبح معزولة من السلاح في نفس الدول يعني هذا لا يحدث إلا بين دولتين فهذا ممكن أيضا أنه يزيد الانقسام فيعني الأمور ليس بالوضوح أنه واحد يرحب بها أو لا يرحب بها القتل والدمار والأرواح التي زهقت هذه لا يمكن نسيانها بأن مجموعة بأن بيانين طلعوا من هذا أو داك أعتذر منك سيد لغويل وصلت وجهة نظرك كنت معنا من واشنطن الباحث في مركز الدرسات الدولية في جماعة جون هوب كينز حافظ لغويل قال الإعلامي الليبي محمود شمام إن الغالبية الكاسحة رحبت بالبيانين الصادرين داعيا إلى ضرورة البناء على ما جاء فيهما محذرا من أن بديل الحل السياسي قد يكون حربا إقليمية لا يعرف أحد مداها أو نتائجها وأكد شمام في لقاء مع برنامج هذا المساء على قناة الوسط أن وزيري خارجية تركيا وقطر دفع حكومة الوفاق باتجاه الحل السياسي وهو الأمر الذي فعله مدير المخابرات الحربية المصرية خلال زيارته الأخيرة إلى الرجمة القيادة العامة للقوات المسلحة محبطة من نهية فرض عليها بطريقة أو بأخرى أو أرغمت على مغادرة تخون طرابلس وأصبحت على بعد 400-500 كيلومتر مما كانت عليه لديهم لم يقدموا نموذة في الشرق هناك تمامل كبير موجود في مناطق التي تسيطر عليها وهناك أيضا ضغوطات تمارس ضدها من حلفائها لأن حلفائها الأقليميين والدوليين لهم مصالح كبيرة ومتعددة ومتشابكة مع أطراف كثيرة وربما نقول لك القيادة العامة أسيرة خطابها السياسي وفي البرنامج عيني هي أكد عضو مجلس النواب عصام الجهاني أن البيانات ليست هي المهمة بالنسبة للأزمة لأن التمسك بالسلطة من قبل بعض الساسة والسمرار الفسادة يعيق أي اتفاق سياسي لما تقول لي سفد نتفاع حكومة مع نشكلة لما تقول لي جميع القوات وكذا وبعدين ندخل في المصادر الأمني والجيش مؤثر عسكرية وكلام هذائي في ترتيبها يعني الأمور الأخرى كلها تحل أما عضو مجلس الدولة محمد معزب فدعا إلى تشكيل مجلس رئاسي جديد وتعيين رئيس وزراء جديد لافتا إلى الدور المغربي في حل الأزمة الليبية كان مفروض مقررا يحدث اجتماع ما بين الوافدين المجلس الأعلى ومجلس النواب يوم 15 في الشهر هذا لكن ما صارش تأجل والمغرب سيكون لها دور في هذا الموضوع ربما سنشهد خلال الأيام القادمة والأسبوع القادمة جولات حوارية لهذا المصار ربما نتوقع ذلك بدوره عضو مجلس النواب عزدي لويرب أبدى تعجبه من حديث حكومة الوفاق المتكرر على الانتخابات من دون حكومة وحدة وطنية جديدة فما يطرحه السراج يشير إلى أن التفاصيل لم تتم مناقشتها وهذا تكرر سابقا بحسب القويرب للأسف تعودنا أن المجلس الرئاسي كلما تصعد وطيرت للحديث عن المطاوضات وعن وصول إلى حل يفاجئنا بالحل الغير الواقعي اللي هو الانتخابات دائما السيد السراج ومستشارية تحدثوا على انتخابات لحل المعظم وهذا أمر تقريبا غير ممكن في وجود الحكومتين وفي ظل وجود الاحتقان الحالي والمناكفات الموجودة حاليا يعني الأمر يحتاج إلى حكومة وحدة وطنية تعيد الاتقرار شيئا عضو مجلسي الدولة سعد بن شرادة من جهته شدد على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا تحضير للانتخابات الرئاسية وأكد أن وقف إطلاق النار هو بداية الحل السياسي والحوار بين مختلف الأطراف ما حدث اليوم يعني هو ليس وليد اليوم حتى نكون يعني ربما بعض على أقل على صعيد المجلس على الدولة لا يعلم بذلك ولا أيضا حتى البرلمان الموجود وقرابرس أو حتى عضاء البرلمان الموجودين بضبرة ولكن هذه الحراكة بدأة منذ خمس أشهر وعلى غرار أوساط المسؤولين رحبت غالبية الليبيين بالقرار أميلين بالسلام والبحبوحة بعد طول عناء بالنسبة للمبادرة يعني جت في توقيتها اللي كانت فعلا تنفذت لها من إيقاف فوري لإطلاق النار وإخراج التشكيلات المسلحة من داخل المدن وعودة الحياة الطبيعية في ليبيا وتنتهي بترشيهات نحن مرحبتين بيهم يعني لدينا شيء مشكلة رأي في مبادرة اللي طلع بها قيلة صالح طلع بها عفايز السراج فهي مبادرة ولو كانت بغض النظر عن ليش ما صارت قبل صارت توا بغض النظر عن كل شيء مبادرة طيبة وإن شاء الله بإذن الله تكون أخرى لحزان في ليبيا أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 414 إصابة جديدة و7 حالات وحالات وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا منها 353 إصابة جديدة و61 لمخلطين فيما تأكد شفاء ست حالات جديدة ليرتفع إجمالية الإصابات منذ دخول الفيروس إلى البلاد إلى 10.121 حالة النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل بعد إقالته متحدث خارجية السودان غيرنا من جديد نرحبكم من واشنطن أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاظمي أن العراق دولة ذات سيادة والتعامل معها يكون وفق هذا المبدأ أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاظمي أن العراق ذو سيادة والتعامل معه يكون وفق هذا المبدأ مبينا ضرورة تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لسيما في المجال الاقتصادي وفي خلال لقائه رئيسة مجلس النواب الأمريكي في مبنى الكونغرس الأمريكي أشار القادم إلى أن آفاق التعاون بين بغداد وواشنطن لا تقتصر على الجانب الأمني والعسكري فقط بل تتعداه إلى مجالات أخرى تتضمن تأهيل وأعمار العراق وبناء شركات اقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية من جانبها لفتت رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى أن بلادها تدعم الحكومة العراقية الحالية إلا أن في داخل العراق اعتبر تحالف سائرون التابع لمقتدى الصدر أن سياسة رئيس الوزراء مصطفى القادم ما هي إلا وعود خيالية وأعلامية لم ينفذ منها شيء قائلا إن هناك انطباع لدى الكتل السياسية والشرع العراقي أنها حكومة أقوال وليلست حكومة أفعال أما ميدانيا فهدم محتجون غاضبون مقار ومكاتب أحزاب سياسية شيعية في محافظة ديقار كما في البصرة والناصرية وذلك احتجاجا على استهداف المتظاهرين ضد الأوضاع المعيشية والسياسية في البلاد من قبل مشهولين وكانت ست عشرة دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي أدانت الاختيالات الأخيرة ودعت إلى محاكمة الجنات قتل أربعة جنود ماليين وأصيب آخر بجروح خطرة في انفجار عبوة ناسفة بينما كانت مركبتهم تمر في وسط مالي واليوم وصل وفد من المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا إلى مالي ومن المتوقع أن يطالب بإعادة نظام الدستوري أعلن المتحدث السابق باسم الخارجية السودانية حيدر بدوي صادق أنه غير نادم على التصريحات التي كانت سببا في إقالته من منصبه والتي تحدث فيها عن وجود محادثات للتطبيع بين السودان وإسرائيل وقال صادق أنه سئم من المحادثات مع إسرائيل التي أكدتها مصادر خارجية فقط وقال أنه لا يفهم لماذا أثارت تصريحاته مثل هذه الضجة مصحا أن السودان بدأ في العلاقات مع إسرائيل قبل الإمارات العربية المتحدة وقع برلمانيون إيرانيون على مشروع قانون يلزم الحكومة بالانسحاب من الاتفاق النووي في حال تمكنت واشنطن من تفعيل آلية الزنادة لإعادة العقوبات الدولية وقع نواب في البرلمان الإيراني على مشروع قانون يلزم الحكومة بالانسحاب من الاتفاق النووي في حال تمكنت واشنطن من تفعيل آلية سناب باك لإعادة العقوبات الدولية حسب ما أفادت وكالة تسنيم وأشارت الوكالة إلى أن 49 نائبا في البرلمان وقعوا على مشروع القانون وتم تقديمه إلى رئاسة البرلمان لدراسته في لجنة الأمن القومي ثم التصويت عليه لاحقا وأكد نواب الموقعون أنه لن يكون هناك أي مصلحة لإيران في البقاء في الاتفاق النووي في حال أعيد فرض العقوبات الدولية في سيق نفسه أعلنت الوكالة الدولية لطاقة ذرية أن مديرها العام يزور طهران الأثنين المقبل لعقد اجتماعات مع السلطات الإيرانية على مستوى رفيع وستكون هذه الزيارة الأولى لرافايال جروسي إلى إيران منذ تسلمه مهامه في ديسمبر الماضي وقبل اجتماع تعقده اللجنة المشاركة للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في الأول من سبتمبر ويأتي ذلك عقب رفض الأوروبيين وقوى أخرى في الأمم المتحدة تفعيل الولايات المتحدة آلية مثيرة للجدل تمهد لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران بحلول شهر الرئيس البيلاروسي الفائز في الانتخابات الرئاسية يتهم دول الغرب بالتدخل المباشر في بلاده وذلك على ضوء الاحتجاجات التي تشهدها بيلاروسيا رافضا لفوزه اتهم الرئيس البيلاروسي أليكزاندر لوكاشينكو الدول الغربية بالتدخل المباشر بالوضع في بلاده مؤكدا وجود محاولات لدفع بيلاروسيا إلى المشاركة في مباحثات بالصيغة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وحذر لوكاشينكو من أن تحرك قوات النيتو إلى حدود بلاده يأتي بغرض محاولة جلب رئيس جديد إلى البلاد يطالب الدول النيتو بحماية السكان فيقومون بإدخال القوات وهذه تكون نهاية بيلاروسيا وكلف الرئيس البيلاروسي القيادة العسكرية للدولة باتخاذ أشد التدابير من أجل الحفاظ على وحدة أراضيها هذا ودخلت واشنطن على خط الأزمة في بلاروسيا في مسعى للحد من تدخل موسكو بعد أن أبدت استعدادها إلى الانخراط في الأزمة بموجب اتفاقية عسكرية وذلك وسط جو من الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ نحو أسبوعين على نتائج الانتخابات الرئاسية يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه المعارضة البلاروسية الأولى عدم ترشحها إلى الانتخابات الرئاسية في حال تم إجراء انتخابات جديدة معتبرة أن الأولوية هي إطلاق سراح السجناء وهو أحد مطالب المحتجين ومن ثم انتخابات رئاسية نزيهة تحقق العدالة وصل المعارض الروسي المريد أليكسي نفاني إلى ألمانيا لطلق العلاج وليم يصدر تعليق بعد من المستشفى حول حالته الصحية حتى الطائرة طبية في العاصمة الألمانية تقل المعارض الروسي أليكسي نفاني الذي دخل في غيبوبة بعد تعرضه لما يعتقد بأنه حالة دوسيسوم وسيتلقى العلاج في المستشفى الرئيسي في برلين عملية نقل نفاني البالغ من العمر 44 عاما إلى برلين نظمها مؤيدون له أما الطائرة فمزودة بأجهزة طبية متطورة ويرافقهم أخصائيون طبيون ألمان وعندما وصل المتخصصون الألمان صباح أمس بناء على طلب عائلته قال لهم أطباء نفاني في مدينة أمسك السيبرية إن حالته الصحية غير مستقرة إلى حد أنه لا يستطيع التحرك ووصفت حالته الصحية بالمثيرة للقلق بشدة وتم أدخال نفاني وهو سياسي ومحقق في قضايا الفساد وأحد أشد منتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وحدة العناية المركزة ويعتقد أنصاره أن السم دس في الشاي الذي شربه وأن الكراملين وراء مرضه والتأخير في نقله إلى المستشفى الألماني ولم يسمح بنقل نفاني إلى ألمانيا إلا بعد الكثير من الجدل الذي استنكره أنصاره ووصفوه بأنه حيل من قبل السلطات للمماطلة حتى لا يمكن تعقب أي سم في جسده تشهد ولاية كاليفورنيا الأمريكية أكبر حرائق غابات في تاريخها متسببة في مقتل ستة أشخاص على الأقل وتدمير قرابة 500 مبنى أرغمت سلسلة من الحرائق الضخمة التي اندلعت في شمال ووسط ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية السلطات على القيام بعبليات إجلاء جديدة شملت 119 ألف شخصا بعد أن تسعت رقعتها بسرعة وغطت صحب من الدخان الكثيف مناطق واسعة من وسط كاليفورنيا وأتى أحد أطخم الحرائق المشتعلة في قطاع الأنيو ليتنين كومبلاكس على ما يقارب 90 ألف هكتار من المساحات الخضراء مدمرا أكثر من 500 مبنى وعلى الأثر اضطر عشرات آلاف الأشخاص مغادرة منازلهم هربا من مئات الحرائق التي ما زالت تستعر في أنحاء الولاية الواقعة على الساحل الغربي الأمريكي وقالت سلطات الولاية أن الحرائق التي أشعلتها آلاف السواعق وأذكت نيرانها درجات حرارة قياسية ومعدلات رطوبة منخفضة للغاية أودت بحياة ستة أشخاص على الأقل ما زالت النشرة مستمرة وفيها بعض فاصلا قصير معاناة غزة تحاكيها أغاني الراب نرحب بكم من جديد عن طريق عناء الراب أو غناء الراب يحاول الطفل الفلسطيني عبد الرحمن الشنطي أن ينقل صورة عن مصاعب الحياة في غزة على الرغم من أن مغني الراب الفلسطيني عبد الرحمن الشنطي عمره 11 عاما فقط لكن كتابات عن الحرب والمصاعب التي يعايشها سكان غزة تصل إلى الآلاف في العالم ناقلة باللغة الإنجليزية ما يسميه الفتى رسالة سلام وإنسانية وقد حققت لقطات مصورة للشنطي وهو يغني الراب أمام مدرسته في مدينة غزة وحوله زملائه في الفصل الدراسي بالزي المدرسي الموحد مشاهدات بلغت مئات الألوف على وسائل التواصل الاجتماعي ومع أن اللغة العربية هي لغته الأم فإن الشنطي يغني راب بطلاقة وبلغة إنجليزية سليمة من دون لكنة وهي مهارة يقول أنه طورها من خلال الاستماع لمغني راب الأمريكيين ويقول الفتى الفلسطيني أنه يحلم بأن يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها غزة بسبب الحصار الإسرائيلي والذي يلقي الاقتصاديون عليه باللائمة فيما يتعلق بزيادة الفقر في القطاع الساحلي وتتذرع إسرائيل بأن ما يدفعها لذلك هو تهديدات حماس ويوضح الشنطي أن رسالته تتحدث عن السلام وأنه يرغب في إرسالها لأكبر عدد ممكن من الناس قائلا أرغب في أن أبين كيف أن الحياة في غزة غير الحياة في العالم متنكرا بشخصية الرجل الوطواط أو باتمان يجب رجل مجهول شوارع سانتاغو لتقديم الطعام إلى المشردين جراء الوضع الاقتصادي الذي تسبب به فيروس كورونا يجب رجل مجهول الهوية يتنكر بشخصية الرجل الوطواط أو باتمان شوارع العاصمة شرية لتقديم الطعام للمشردين والمحتاجين الذين تأثروا بفعل تدابير العز العام التي دامت أشهر الرجل الذي يرتدي قناعا وبذلة سوداء لا معاش بيها بيزاي باتمان وكذلك كماما للوقاية من فيروس كورونا يقدم بانتظام العشرات من الوجبات الساخنة للمشردين في جميع أنحاء المدينة ومثلما يحافظ باتمان على سرية شخصياته الحقيقية يفضل الرجل عدم الكشف عن هويته لكنه قال أنه يريد أن يبعث برسالة إلى القادرين من الشعب تشيلي وهي أن ينظر من حولهم ويفكر فيما إذا كان بإمكانهم تخصيص القليل من الوقت أو الطعام أو المأوى أو حتى بعض التشجيع لمن هم في حاجة إليه مضيفا أن هذه في الحقيقة هي رسالة باتمان وكانت تشيلي قد فرضت قيودا للحد من الانتشار فيروس كورونا لكنها تسببت في إلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد المحلي والآن إلى الصفحة الاقتصادية مع كارلا مساء الخير مساء الخير صباح هبط سعر صرف الدولار أمام الدنار الليبي في السوق الموازية بنحو 26 قرشا لتسجل العملة الأمريكية 6.1 مقابل 6.36 دينار في ختام تعاملات نهائية نهاية الأسبوع الماضي كما تراجع سعر اليورو من 7.3 دينار في تعاملات الخميس إلى 7.1 اليوم وهو الأمر ذاته بالنسبة للجنيه الاسترليني الذي انخفض من 8.2 إلى 7.9 دينار خفضت وكالة ستاندر أند بورس للتصنيف الاعتماني تصنيف صندات خزينة لبنانية إلى فئة التعثر بعد تخالف الحكومة عن سدادها في أوانها الوكالة أضافت أن الانفجار الكارثي الذي وقع أخيرا في بيروت سيفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد محذرة من أنه في حال حصل فراغ سياسي لفترة طويلة أو شكلت حكومة جديدة ضعيفة فمن شأن هذا أن يؤدي إلى مزيد من التأخير في الإصلاحات السياسية والمساعدات الخارجية ومفاوضات إعادة هيكلة ديون بدورها خفضت وكالة فاتش لتصنيف الاعتماني أفاق الاقتصاد التركي إلى درجة سلبية نظرا إلى تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد وضعف الثقة في سياسة أنقرة المالية وهذا التصنيف الممنوح لتركيا يقل بثلاثة درجات عن المعدل المطلوب للاستثمار وهو المستوى الممنوح لدول تعاني من صعوبات اقتصادية مثل البرازيل وأرمينيا وعزت فاتش هذا التصنيف إلى تدخل دولة تركيا بشكل كبير لأجل إنقاذ ليرة وهو ما أحدث حالة من الشك في سياسة البلاد المالية أعلنت بزارة الطاقة والتعدين السودانية أن البلاد بدأت فرز العطاءات في أول مناقصة لها لاستيراد الوقود وقال رئيس الوزراء عبدالله حندوق إنه من المقرر تمويل المناقصة وهي للتوريد في سبتمبر من خلال صندوق حديث الإنشاء لاستيراد السلع الأساسية وكان السودان يعتمد سابقا على الشراء المباشر ويجري الإلغاء بشكل تدريجي لدعم الوقود الذي كان مصدرا لفساد واسع النطاق اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على خفض الرسوم الجمهورية المفروضة على الكاراكند وبعض الزجاجيات الكريستالية في خطوة مفاجئة قد تماهد الطريق أمام التوصل إلى هدنة في الحرب التجارية بين الطرفين وقال طرفان في بيان مشترك أن هذا الاتفاق سيزيد قيمة الصادرات الأمريكية والأوروبية لتصل إلى مئات ملايين الدولارات وأضاف أن هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقدين التي يعلنان فيها خفضا لرسوم جمركية هذا كان كل شيء في الصفحة الاقتصادية والآن نبقى مع أخبار الرياضة نشد نادي الوحدة الهيئة العامة للشباب والرياضة بشأن الملعب الرئيسي للنادي والذي بات غير صالح لممارسة كرة القدم مطالبا باستكمال صيانة الملعب وتسليمه إلى منتسبيها حتى يتسنى لهم زاولة النشاط الرياضي أسوة بباقي الأندية قام رئيس الهيئة العامة للثقافة بزيارة إلى نادي الاتحاد في إطار التواصل بالأندي الرياضية وتفعيل الجانب الثقافي فيها وتم الاتفاق خلال الزيارة على تزويد مكتبة النادي بإصدارات الهيئة العامة للثقافة والعمل على إقامة وتجهيز الصالون الثقافي وورش عمل مشتركة في الجانب الثقافي والتوعوي أكد المدير لداري لنادي المصر البورسعيد محمود جابر في تصريح خاص للوسط أن اللاعب الليبي مفتاح تقطق خضع لتحليل ثاني للتأكد من شفائه كلية من فيروس كورونا وجاءت نتيجته سلبية وكان مفتاح قد أصيب بهذا الفيروس مع عدد من زملائه في الفريق خلال تجمعين الأسبوع الماضي أكد نادي مانشستر يونيتد الإنجليزية أن السلطات اليونانية قد أفرجت عن قائده هاري ماغواير بعد احتجازه لمدة يومين عقب مشجرة في جزيرة منوكوسا اليونانية وقالت صحيفة إيثينوسا اليونانية أن السلطات وجهت إلى ماغواير تهمة التشاجر التي تعد جنحة في اليونان ما يعني عدم مثوله شخصيا أمام المحكمة الثلاثاء القادم وغادر ماغواير مبنى المحكمة في شحنة صغيرة لا تحمل أي علامات إلى وجهة لم يكشف عنها والآن إلى صفحة الكاريكاتير وفي الختام نذكركم بموقعنا الإلكتروني وصدو تيفي في أمان الله ترجمة نانسي قنقر